بديت مثل هاي واحد من جيل الستينات فأني مواليد 1963 ودرست في بغداد مدارس بغداد وبالثانوية في كلية بغداد وفي جامعة في جامعة تكنولوجية في بغداد بعد الجامعة عملت في القطاع الصناعي لسنتين ثم انتخلت إلى دراسات العلية والحمد لله انتخلت مباشرة إلى مرحلة الدكتوراه وإكسامشن من مرحلة الماجستير والسبب في ذلك في ذاك الوقت تم الحصول على جائزة عالمية جوزيف ويتورث برايس من نستيوشن أوف ميكانيكال انجينيرز في بريطانيا فأحني أنه انتقل مباشرة إلى مرحلة الدكتوراه ويمكن عندما تخرجت من الدكتوراه يمكن أن يكون في أصغر حامل شهادة الدكتوراه في العراق بعمر تقريبا 26 سنة